السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس خمس كانون أول ديسمبر القمر الآن موجود في برج الجدي طبعاً رح يبدأ في خلوم مسار وبعدها رح ينتقل لبرج الدلو طبعاً القمر رح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 24 دقيقة فجر اليوم الخميس بتوقيت جرانيتش بعدها بده ينتقل لبرج الدلو ورح يظل القمر موجود في برج الدلو لغاية الساعة 49 دقيقة من صباح يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 47 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد القمر بما أنه ما زال موجود في برج الجدي لغاية ساعات الصباح معناته من ظل أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا البعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضود يمكننا بدء عمل جديد أو شراقة عاثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين طبعا في قلوم سار بدأ هو مساء يوم الأربعاء ساعة 11.33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 24 دقيقة صباحا اليوم الخميس القمر بيكون ننتقل واستقر في برج الدلو فعشان هيك من هذا الوقت وما بعد بنشعر بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء وتجهر بالطريقة جديدة للحياة بميل الأشخاص من حولها إلى التصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صدقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية ذروتها رح تكون الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي في أفكارنا وبتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة لأن هذا التحول مضر جدا وخصوصا لأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية أو نفسية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا إبطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بتصير هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها بأوقاتها يعني اللي لغاية ساعات الصباح هاي ما نعمل أي إشي بعد ساعات الصباح يعني والنهار بصير الأعضاء الأخرى هي الأكثر حساسية طبعا باقي أعضاء الجسم زي ما ذكرنا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد بالليزر لأنه الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر أما الأشخاص العاديين ما عندهم أي مشكلة لأنه هاي لتبطيء إنبات الشعر يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما إنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم يبدأ يوم السب يبدأ الساعة 12 دقيقة بعد منتصف الليل إلى الجمعة على السب وبيستمر حتى تمام الساعة 9.48 دقيقة صباحا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام الساعة 8.6 دقائق صباحا نبدأ باليوم الخامس نهاية اليوم نسبة الإضاءة بتكون 22% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% القمر في الجدي ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج الدلو رح يظل في برج الدلو رح يظل في برج الدلو ليوم 7-12 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% وبكمل طيلة اليوم على 30% سعيد عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 15-12 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% ورنص في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بضل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدون انفعال بدون عصبية بدون مخالفة قوانين من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين لأنها فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بيظل في نشاط عالي جدا بالاتصالات الخارجية من الآن وحتى ساعة الصباح وبظل في نشاط في مجال الدراسة السفر الاتصالات لا سيما لبعيدة التعامل مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم من ساعات الصباح طبعا بيانصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم يشنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد عشان هيقدك تلتزم بمسئولياتك ورغم إنها فترة فيها بعض البشائر برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل التركيز على الأموال المشتركة أو تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل فيه يعني متاحة لمكسب مالي ولا مع هيك لا تبالغوا بمصاربكم وما تبالغوا في إنك تكفل شخص أو تضمن شخص من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبيكون اليوم في عندك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بسفر أو بعض الأشخاص تسويق بعض الأشخاص النشر بعض الأشخاص الدراسات العليا وبتفرحوا لا انتصار أو لا رحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شي إنك تتحرك على مختلف الأصعيدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بالظل من الآن وحتى ساعة الصباح القمر موجود في مقابلك تماما في برج الجدي عشان هيك بتظلها فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن زي ما حكينا حاول إنك تمسك أعصابك ما بينفعك سواء الصبر والمرونة من ساعات الصباح وما بعد هنا وخلال النهار بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور اللي بيصير حواليك يعني بتعرف أنت إيش تختار وتمشي فيه بيطمئن بالك وبتفرح لا تطور ما هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بظل التركيز على العمل وعلى الصحة رغم أنه يعني بقول لكم إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وحاول أنك ما تبدأ بأي عمل جديد انتبه لغذائك انتبه لراحتك وكون منظم من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا ملاحظات خصمكم قوي ما بيرحم بيحمل لك هذا اليوم نوع من أنواع الارتباط المهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابكم ما تكون عدائي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء تشتد رغبتكم من الآن وحتى ساعة الصباح في التقرب من أحباكم ومتعزيز العلاقة معهم وبالظل فترة جيدة لممارسة هواية أو التقرب من الأحبا ولكن لا تفرض وجهة نظرك على أحباك استغلها لتصحيح الأخطاء أما من ساعات الصباح وما بعد وانا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومي كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة من الآن وحتى ساعة الصباح ولكن برضو ممكن يكون فيه قلق حول وضع عائلي أو منزلي من ساعة الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم ممكن تفرحوا لإنفراج مالموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة جديدة أو مباركة أو ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك أو ممارسة هواية أو التقرب من الأحبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعة الصباح ولكن بتكونوا حذرين أثناء حركتكم أو أثناء قيادتكم للسيارات رغم إنها فترة فيها كثير من التواصل أو الحوارات والنقاشات ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن إنها تثير اضطرابك أو امتعاضك حاول ضبط أعصابك لا تخال في القوانين أيضا واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وهم إشي تهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل التركيز على الأمور المالية من الآن وحتى ساعات الصباح وزي ما حكينا ممكن تحصلوا على مكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم ولكن تكونوا حذرين من النصابين والمحتالين ومن النفقات من ساعات الصباح وأنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصبح فترة مهمة للتواصل مع الجميع وبتقدر أنك تحكي بأي موضوع بتقنع أي طرف بوجهة نظرك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة أو تسويق أو أمور تجارية ولكن انتبه أثناء الحركة وأثناء قيادة السيارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية في انفراج وتقدم من الآن وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ولكن لا تغامر بأموالك هي فترة جيدة ممكن تحصل على مكاسب من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم وهي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وانت بحاجة لكل التعاطف والتضامن وما داين حد فلوس برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات الصباح فبيطلب منكم هذا الوقت الانتباه بشكل جيد لصحتكم ولحصبيتكم ولحدية طباعكم وحاول انك ما تتخذ قرارات حاسمة من ساعات الصباح بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم ممكن تحصل على معلومة كنت بتنتظرها أو خبر سار برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم بظل النشاط الاجتماعي هو المسيطر لغاية ساعات الصباح ولكن حاول انك ما تفرض سيطرتك أو تتحسس من تصرف أحد الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة لغاية ساعات الصباح طبعا طاقتكم بدأت تضعف شوي شوي في نوع من أنواع العصبية لأنه ساعات الصباح القمر رح يصير في بيت المتاعب من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بدكوا تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك طبعا هذا الموضوع بدك تأخذه بمحمل الجد لغاية صباح يوم السبد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم ليارض الله ورض الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء